لا هوية ثقافية ولا نمط معماري جزائرية بناية ومجمعات سكنية حضرية تخلو من روح وعبق التقاليد هي مجرد تراكمات اسمنتية لا تأكس أي بصمة هندسية وطنية إشكالية لا تزال محل نقاش واستفسار المجلس الوطني للمهندسين المعماريين الجزائريين أزحى الستار ليكشف أن سياسة الإسراء في القضاء على أزمة السكن واستراد مخططات معمارية ومعها قوافل من المهندسين الأجانب جعل مدن الجزائر تفتقد لطابع معماري يتمشى مع هويتها الوضع هو أيضاً من قدر إموبيلي أوكسيدانتال وفي الأقل الدروق الآن نحن لا نستطيع أن نهدر معك نيشان لأننا نحن toujours devant الإرجان كل ما نرى بالله يجب أن نجده مليون ساكانات العول ما تغزو العمران الجزائري وتجرد منظومته من أصلة القوالب مفرزة عمران لا علاقة له بالجزائر حسب فاعلين وزارة السكن تسعى الاستدراك هذا التأخر عبر ورقة طريق للتخطيط العمراني تأخذ في عين الاعتبار التقاليد والهوية مثل ما يميز مدن الجنوب الكبير مرسوم تنفيذي في 2014 الذي يتطرق إلى خصوصيات بعض المناطق في الجزائر باستفاعة عامة هذا المرسوم تنفيذي يتطرق إلى مناطق صحراوية فيما عاد ذلك فيما يخص المدن الكبرى نحن أدرجنا في برنامج مخطط وزارة السكن أدابتي المحيط السكني للتقاليد فهل ستتمكن وزارة السكن من إيجاد بصمة إعمارية جزائرية أم أن فوضى العمران ستستمر في تشويه واجهة المدن